عشرات الألاف من الموظفين الجدد لن يؤثروا على القطاع العام المتهالك أساساً بسبب الفوضى الإدارية وتخمة الموظفين غير المنتجين فضلاً عن الفضائيين على هذا الأساس عمد رئيس الحكومة محمد السوداني إلى إطلاق تعينات مبالغ بها وغير مدروسة وليست في محلها كما يقول مراقبون وكل ذلك للتظاهر بإنجازات هي في الواقع نكبات جديدة على الاقتصاد والدولة والقطاع العام والقطاع الخاص كذلك العراق الذي يعد من أكثر بلدان العالم بنسبة الموظفين في القطاع الحكومي يستهلك سنوياً مليارات الدولارات لتغطية رواتب الموظفين في القطاع العام بينما الذي يفتش عن إنتاجية هذا القطاع منذ عشرين عاماً لن يجد أثاراً ملموساً ما يسويقه السوداني على أنه منجزات فيما يخص التعينات الجديدة تسبب بأزمة مالية بدأت أثارها تظهر من خلال فقدان السيولة النقدية من الدينار العراقي وكذلك ارتفاع عجز الموازنة إلى نحو 86 مليار دينار بينما تكدس الموظفين يزيد القطاع العام شللاً وتأخراً وتخلفاً وبالتالي مزيد من انهيار الدولة العراقية في ظل غياب القطاع الخاص عن الخدمة الإصلاحات الاقتصادية في العراق كما يقول مراقبون لا يمكن أن تتم من خلال التعينات المفرطة وزيادة الأعباء على القطاع الحكومي وإنما تحتاج إلى تنمية القطاع الخاص أولاً وخلق جو من المنافسة بين الشركات لتقوم باستقطاب النخب المنتجة من خريجي جامعات وأصحاب خبرات وعندها فقط تدور عجلة الاقتصاد تحقيق أي خطوة اقتصادية تحتاج أولاً إلى إرادة سياسية حرة وليس تابعة لمصالح الدول الأخرى